اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على بالي فاش خلط على بالي معنى معنى ما رانيش إنسان سادج رموني على راسي ما رمونيش على راسي أنه نهار جابولي الوتائق باش نخرجهم كنت على بالي واش خرجت كنت عارف حجم التقل اللي رموها لي معلش كنت عارف كنت عارف باللي تقدر تكون مسألة حياة أو موت وأنا مستعد كنت عارف أنه رح هتول لي مسألة تشريف أو تخوين وكنت مستعد كنت عارف أنها مسألة ربما حتى أهلي يكونوا في خطر وأنا مستعد معلش في سبيل الله مستعد حاجة لي تشوفها في سبيل الله في سبيل الله حاجة لي تخدم الدين تخدم البلاد تخدم الوطن وتخدم الضعفاء أنا هنا وطائق أسرار معلومات نضرب نقصف نحكي ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة نلحق بالرجال نروح مستعد نبسم سبعة اللي تسموه سبعة الزرق نبسم بعشرة نبسم بعشرة باش نحافظ على بلادي نحافظ على ديني وإلا رحت امام يعليش ما يهامش مش أنا كلام اللي اللي If you shove Ich you اللي نضرب وكذبوهم ووسخوهم وتكلموا عليهم مالن مالن اللي يحم Mỹ و PRU ما الذي عليه وسخوهم ما الذي يبا sophكون وما الذي يبعهم ما الذي يهامشوهم ما الذي ي концamp ما الذي يهامشوهم ما عليه ما الذي يحم liver كامل علي بلكم بالي تاريخ الدعاء الجزائر تحرك كامل علي بلكم بالي كيلناس باعونا احنا فرنسا متقدرنا احنا صارنا ناس صارنا ضربونها مضهر علي بلكم بالي فرنسا مضربتناش بالبواب Ramadan صيد يا فرجوك انتضربنا فيك خانونا ناس صفا ش كون اللي اخدعنا وش كون اللي ازاد خدعنا في ال elsb ancestral او بعد الاستقالة المباشرة في 1963 ش كون اللي اخدعنا في التسعينات وش كون اللي اخدعنا في نهاية السبعينات كذلك اللي وفاة بومدين والدنيا شكون اللي خدعناه الآن في 22 فبري وبتدل الحراكة طورة المضادة هذي يسموها الطورة المضادة شكون ما لبلكمش دايرين نروحكم ما لبلكمش ولا صح ما لبلكمش شكونوا وعدوكم تعالصح شكون سبع للزرق أم المبردع شكون جزائري كما انتهى وعدوك قبيلي عربي شكون 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 هو وعدوكم الحقيقي راح نقولكم شكون وعدوكم الحقيقي كينزوج كينزوج لا تاليت لهما كينزوج لا تاليت لهما أنتم مسلمين يك صح الرمز تعكم هو الهلال كين وحد أخرين زوج كين الصهاينة اللي الرمز تحم هو النجمة السوداسية وكين الصليبيين النصارة اللي الرمز تحم الصليب لكروا هذي الزوج وما عدينكم كينش عدو واحد آخر دوك واحد الإنسان يروح مباشرة للعش كي يخلب يخلب في العش يقعد شي يكذب منه ومنه يشخص الداء لازم تشخص الداء وراء المشكلة تعكم انتم في الجزائر عندكم زوج عندكم الصليبيين وعندكم الصهاينة هذ الزوج هو مسبب المشاكل تعالجزائر منذ عهود وعصور معلش دوكيداعات في الجزائر اللي يتكلم على الصليبيين واللي يتكلم على الصهاينة واللي خاين حسبونا الله ونعم الواكيد هذا وشنا قدروا نقول حسبونا الله ونعم الواكيد لا شكالا Guardi كل ما يخرب فيهم هادو مسهاينة تصدروا لنا هكذا يبردعوكم قاعوا وتقولوا تضربو في بومدين تقولوا تضربو في زغماتي تقولوا تضربو في تبون تضربو في قيد سالح تضربو في أمير عبدالقادر تضربو في في العربي بن مهيدي تضربو في الرجال حكو كل ما واحد يمسهم طلح انتم لا يدفعوا عليهم يغلطوكم وطرحوا الدفكيما كان هاري ليفي في ديبيا يرمي فيهم على رأسهم ويقتلوا في القدافي الزعيم ديالهم دبحوه ويسفقوا له هاري ليفي بياشالة برنار هاري ليفي الصهيوني وراهو دوك برنار مكاشو كي ولو يتقاتلوا بينتهم مكاشو كي كان الزعيم القدافي كانوا عايشين بيا عندهم شهريا نفس الشي روي سلالكم لكم عبالكم نون روي يقول لي واحد رك نسيت القبيل رك غالط في القبيل رك غالط في القبيل ورك غالط في التاريخ رك غالط بزاف هاد حكاية القبيل هادية كي الناس شوف نحن فهمك فيها بالعقل انا هدا هو سبب المشاكل تبعي انا هاد الحملة اللي مديرينها ضدي هاد الحملة اللي مديرينها ضدي لاني شخصت الداء لحقت للعش كيما يقولوا وجبت وثيقة سرية وجبت وثيقة سرية وخافون زيدنا جبدوا وحد اخرين قال لك هاد مدام جبد هاد الوثيقة سيك عنده وثائق اخرى وانا صح كين وثائق كين سورس كين مصدر تع وثائق منين جبدت هاد الوثيقة نادوا قعد ضدي علاش لك فهموني علاش يحم بابكم جاوبوني على هاد السؤال فقط كنت نحكي على العصابة نحكي كنت مليح منين حكيت على السهاينا وليتمشي مليح علاش فهموني علاش كي حكيت على السهاينا وجبت وثيقة رسمية من الادارة الفرنسية مسترجعة بالكاشي وبكلش تحكي اسمه هادك فرنسوا ميتيرون يحكي مع جنرال ديجول يبعت له وثيقة سرية ويقول له رانا رايحين نخرجوا ليعونونا فقط كاين لا مينوغيتي اسغايليت سيونيت الأقلية السهيونية الإسرائيلية ما نقدروش نعتمدوا عليها باش ما نكشفوهاش باش ما يفقوهاش على خاطر ما حاسبينها جزائرية كيما هما فهذا هدو شو بالموضوع يا ناس يرحم باباكم سمعوا مليح خطورة ما أقول خطورة ما أقول بوثيقة رسمية فرنسوا ميتيرون يتكلم مع ديجول يقول له ما تتكلش على السهاينا ما لازمش يبانو باش يديرو لك الحملة الانتخابية التشريعيات هذاك الوقت قال له ما تتكلش عليهم السهاينا قال له علاش قال له خاطر هاد السهاينا رمانخبين مازمش ينكشفوه ومحاسبينهم كيما هما حاسبينهم جزائريا آية دوك السؤال المطروح هاد السهاينا دوكا ورا ورا راكوا حاسبينهم جزائريا ورا منعاكم را محاكم من أحزاب راهم إطارات في الدولة راهم حاكم من منظمات را محاكم من شركات ومؤسسات واستثمارات كنتوا تسفقوا لهم ويطبعوا فيكم على رأسكم علاش علاش من الواحد يتكلم عليهم ما تقبلوش علاش جايكم بالعقل أنا خرجت وتيقة هاد الوتيقة اللي تتكلم على مينو غيتي سيونيت كانوا ذاك الوقت يسموها الأقلية الصهيونية المتواجدة في الجزائر من هار خرجت عليها هاد الملف شعلت النار عليها في الجزائر وكنت عارف لي حد شعل عليها النار في الجزائر وأنا أنتظر حتى الشهادة باش نكون صارح الإعلامي فيصل كرشوش ينتظر يوميا الشهادة في سبيل الله علاجة الشي دي قلتهم والشي اللي دخلت ليه ومزان زي ندخل ليه ونقول لهم مزان زيد وإذا متسما راكين واحد أخرين مورايا كين الرجال مورايا ما نشح نسكتولكم لأنه الشي اللي درته في الجزائر يكفي يكفي خمس ملايين شهيد من حرب التحرير وتورة التحرير وربع مليون شهيد في التسعينات بإذن الله ما زيدوا تقتلوا واحد في الجزائر الدماء تاع الجزائرين حرام عليكم منها الفقه نموتوا إحنا وميموتوش خاوتنا وميموتوش أولادنا في الشوارع قسمتونا ما عليش قسمتونا عرب وقبايل ما عليش قسمتونا إسلاميين ولائكيين في تسعينات حشيتوهنا ما عليش لك أحبيتوا تقسمونا بسبع للزرق ونبردع باش نزيدون تقتلوا بيناتنا في الشوارع حبيتو تخرجونا للشارع هادو مع الجيش ومع زغماتي ومع تبون وهادو ضد الجيش وضد زغماتي وضد تبون هادو المشروع تاعكم الان باش هادو يضرب خوه هادو يقتل خوه كما ادرتونا في التسعينات بينما انتوما شوفوا مليحة بينما انتوما في التسعينات كنتو زعمة دايرين نروحكم دايرين فيلم سينيما مسراحية انتوما السهاينا مع مع الساليبيين دايرين مسراحية هادو المسراحية واشنو هي قال زعمارك وتتقاتلوا بيناتكم الفيس يضرب مع الفافاس ويدرب مع الرسيدي ودقنوا قتلك وبو يعلي وندبحك وندلك وندلك والجهاد والخرطي والدنيا الاتباع الاتباع كي سمعوكم هكذا يقولوا صح كينا حرب يروحوا يضربوا صح في الشارع يتقاتلوا صح ويلحقوا حتل الجبل ويرفدوا سلاح باش يجاهدوا بينما انتوما مخبين تربولات مرفتوهاش قلتوا عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله يك صح مات ربع مليون جزائري وانتوما مازلكم حيين وراه يدي عليها نحيا وعليها نموت علش ما ممتوش علش مرفتو السلاح علش ما طلعتوش للجبل علش قاعدين تفتي وغير في البيلاط يا ائمة البيلاط حشوها لكم التفتي بعد 30 سنوان هادون ديولو ان رحوا معديان اتلاقاوا بعد الحراك يتلاقاوا ويقولوا صحاب اوليات يقعدوا كيف كيف ويبكيوا على التوفيق احاولوا كيفاش يلملموا الحراك ويسيلوا الحراك ويغديوا الحراك ويحردوا الحراك ويقسموا الحراكة على زوج شكون هم هادو الصهاينة والصليبيين دايما رح نشخصهم غير ما تخافوش أنا رح نشخصهم رح نشخصهم نعطيكم واحد المثال القضية تاعة الأمازيغية في الجزائر نهار تمت دسترة الأمازيغية في الجزائر علش دستروها أفوتخابيس حقوها وش يديروا بها مثلا وش يديروا بها مثلا علش جاتهم على الأمازيغية علش وش يديروا بها مثلا في هذا الطعام يديروا بها الطيب كتب تأليفات ش يديروا بها تدرس بحث ش يديروا الهدف منها هو تفرقة الشعب تفريق الشعب الجزائري عرب وقبائل هدو يتكلموا بالعربية و بالأمازيغية هم لك من يحبوا يجوكم هنا دوك أنا باش ننجح في مشروع كما هذا حبيت ندير الأمازيغية كفتنة في الجزائر باش نفتم الشعب الجزائيين نقسمه على زوجه شي لازم ندير لازم ندير أحزاب أو جهات أو عروش أو سميها ما تسميها تطالب بالأمازيغية صح هاي هادي رأي تطالب بالأمازيغية هم بعد وراء methodology هاش فيتنا هادي تطالب بالأمازيغ هده ميش فيتنا هادي باش تكن فيتنا لازم ندير واحد أخرين يعارضون الأمازيغية أية ايما هاي عفسة باش ندير حرب بيناتهم هؤلاء يطالبون بالأمازيغية وأولئك يعارضون الأمازيغية فامتو داروا أحزاب هاد الأحزاب وهاد العرش بعضهم ما نش نتكلم على الشباب القبائل ولا العرب أنا نتكلم على الرؤوس توحهم اللي خالصين جماعة أمريكا وجماعة الحزاب هادوما اللي يدعاوا الإسلاموية سمعوا مليح خلينا من الفيس نحكوش على الفيس ولفافاس ولرسيدي تحت التسعينات اللي كانوا يتقاتلوا بيناتهم وهوما مصرحيات يتقاتلوا مصرحيات يتقاتلوا وفي حقيقة الأمر هم أصحاب وخلوا الشعب التحت يتقاتل صح خلينا دورا حولها مزادوا تلاقاوا اليوم ومتلاقاوا بورقعة وبوصاشي واسموه هادك ألي بالحاج والجماعة كيفاش تلاقاوا كنتوا عديان في التسعينات تسببتم داوستوا بيناتكم تسببتم في موت نصف مليون جزائري وبعد اليوم تتلاقاوتوا الأصحاب تشربوا لاتي كيف كيف عادي نعمهم تلاقاوش تحشموا أو تعتدر على الأقل اعتدار قال نعتدر من الشعب الجزائري أننا كنا نضربوا في التسعينات وبسبتنا مات ربع مليون جزائري بنطلحها والدنيا والاخضارية وعين الدفلة واه اعتدروا على الأقل كنت تلاقاوا وقتها احترموا مشاعرنا احترموا مشاعر ضحايا الإرهاب احترموا مشاعر الشعب الجزائري على الأقل قبل ما تتلاقاوت كنت تتدربوا في التسعينات دخلتوا الشعب في حيط لقات البنات والفتسلح بدتوا تتلاقاوت شربوا لاتي كيف كيف نعمال قاعدين عادي مجتمعين شغول زعماء 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 تلاقاوا وداروا مؤتمر والشعب الجزائري بارتاجي ونعمال جاتكم عادية هادي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شعب الجزائري حسبي الله ونعم الوكيل هادي واحدة خلينا من التسعينات نرحول بعد التسعينات دومي الأن دومي الأن حبوزادو دارونا فتنة جديدة فتنة ليس الإديولوجية معلو دارونا فتنة إديولوجية الإسلامويين واللائيكيين العرب والقبائل والدنيا الأحزاب القابلية والأحزاب كده نتكلموا على دومي الأن دومي الأن خلاص الفتنة هذه الإديولوجية جزت راحوا للفتنة اللغوية حكمونا من اللغة حبوا يديروا لنا اللغة والآن شوفوا مليح معلو في التسعينات إديولوجيا بعد دومي الأن لغة وفي الألفين وتسعطاش الإعلام تلت حاجات ماشي محال منا على سنوات نزيدوا نتقاتلوا على جناشي داري بلكم بيها ونبلكمش تسمعوا مليح تقاتلنا على جناشي الإديولوجية في التسعينات دارونا أحزاب تطالب الإديولوجيات معينة والأخرين تعارض أحزاب أخرى تعارض مخدومين وما قاتل ديارات تعطي توفيق والجماعة والمخابرات هادوا يطالبوا هادوا يعارضوا دخلونا في حيط وهم مشي صح وهم مسرحية بسحنا نتقاتلنا صح ومعدها مورها مور الإديولوجيا وش جابونا جابونا اللغة تفاتنوا علاج اللغة في الدميل الآن في الدميل الآن وش دارونا دارونا عروشوا جماعة وهدوا عبريكا والجماعة باش يطالبوا بترسيم الأمازيغية أو دستارة الأمازيغية وداروا أحزاب التي تعارض لازم باش تكون فيتنا لازم تدر ليعارض هذا يؤيد وهذا يعارض هذا يطالب وهذا يقول له لا لا وما بينتهم صحاب شكون هما هدوا الصاليبيين وهدوا الصهايين توجور والصهايين زعما سواديزون يدير بروحهم مسلمين ويعارضون في التسعينات الصاليبيين يطالبون بأحزاب هذه لائكية أحزاب لائكية ذو الصاليبيين يطالبون بماذا؟ بأحزاب لائكية وش كل يعارضهم؟ شكل يعارضهم؟ زعما الإسلاموين الإسلاميين يشكرونهم هم الصهايين يلبسوا العباية الإسلام واللحية والسيواك والقامس ويقول لك لا 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 تديرهاش ونقتلك والجيهات ولا إله إلا الله وحمد رسول الله وعليها نحي وعلي أنا موت والأخر يقول لهم نغنه حرب الشعب الجزائري يتقاتل فيما بينه وهو مسحاب وهو مسحاب ورام يتلاقوا حتى لذك هذه الإديولوجية الأولى الداربو الصهايين مع الصاليبيين الصهايين اللي جابوهم للزيسبانيور معهم الصاليبيين اللي جابوهم الأتراك من أوروبا الشرقية ليس الأقبائل لا أتحدث عن القبائل وإذنما عن الصاليبيين اللي جابوهم لا وبعده مراها على من زادوا الداربو الداربو علاج لللغة في 2001 جابونا عبريكا عبريكا من الصاليبيين يطالب بماذا؟ يطالب بالأمازيغية نضلوا أحزاب أحزاب ترفض الأمازيغية وتعيط لها الأمازيغية بالعاني ويحرضوا ضد القبائل ويسبوه القبائل أحزاب رموا موجودين حتى للك ورم يسبوه في القبائل علش هذا يطالب بالأمازيغية وهذا يعارض الأمازيغية هذا صاليبي هذا صديبي يطالب بالأمازيغية ويرتدي عباءة القبائلية يدير رحوا قبائلي هو مش قبائلي هو بلغاري قبائل أحرار قبائل الرجال لكن هذو بلغاريين هذو شيديروا يلبسوا العباية على القبائل ويطالبون بماذا بعدما طالبوا بالأوديولوجية في التسعينات ولهود لبسوا عباءة الإسلاموية وعارضوهم وداروا فتنة بين الشباب والشعب ورحوا يدقلوا بيناتهم رحوا الدميل الآن لبسوا العباية الصاليبيين البيزنطيين لبسوا العباية على القبائل حشوها القبائل قالوا نحن قبائل هم مش قبائل طالبوا بالأمازيغية وصحابهم لهيك أحزاب أخرى صاليبيين شا عملوا لبسوا العباء الإسلاموية الباديسية زعم النوفمبرية شا عملوا عارضوهم قال لك لا لا انتم ما أماعيزوا والمعيز والدنيا وبولغاريا والدنيا والأخين يقولوا لهم انتم اليمن وانتم مكدا وجيتهم اليمن وانا تتحرب بينتهم من بينهم اعطوا باللو الناس والجماعة وعبريكا والدنيا خلينا اعطوا باللو الناس بك نحكيوا على وقت عبريكا شوفوا بالأمازيغية وصهاينا لبسوا عباية الإسلام ورفضوا الأمازيغية علش بش يديروا فتنة بينتكم باش انتم ما تنودوا تتضربوا هذا روحاب الأمازيغية يقول لك لهو يتاعي والاخر يرفض يقول لك أنا عربي واللغة العربية والإسلام والقرآن ويحشيها لك ويدي لك الفتنة وتولوا تتضربوا وهما صحاب هما في زود صحاب والله غير صحاب أحزاب تعد ديارس تعد مخابرات عبريكا تعد مخابرات الأحزاب هدية اللي مازلها تنشط احتل دوقت الدعية الإسلاموية والبادسية والنوفمبرية ودعين الحجابات ودعين اللحية هم صهاينا تعد مخابرات المخابرات تستثمر في الصاليبيين والصهاينا من أجل قتل المسلمين واقتتال المسلمين فيما بينهم زوج بدنا بالإديولوجية في التسعينات راحوا لنا للغة في الدمي الأن اليوم وش خرجونا في الدمي الديزنف ش خرجونا خرجونا لإعلان راية ودوكملنا للفوق أولادنا أعلمنا حين يتقاتلوا أولادنا كذلك اليوم أنا نقاتلوا إحنا يا أنا نقاتلوا علاش على جل الراية هدو يقولوا عندنا الراية ولوخين يقولوا لهم راية تعكم فرشيطة ما كاش منها وخدموهم في زوج وطلقوهم عليكم ها هدو مخرجينا الراية فرحات مهني هذا الانفصالي الإرهابي يخرج لكم الراية ووحد أخرين كذلك ووحد أخرين كذلك يدعون القبائلية والقبالية وهما ماشي قبائل وهما صاليبيين صاليبيين يطالبون بماذا؟ بالراية الأمازيغية وانتوما زادوا خلقو لكم وحد أخرين قالوا لكم بادي زعمة بادي سيين نوفمبارين هما ماشي بادي سيين نوفمبارين هما صهاينا يعرضوهم ويسبوهم ويدربوهم وهدو يسبوه دا يسب لتمنى أن تقتلوا منكم بينتكم في الشارع أنت عربيuerي وأن تقبيلي ونت ضد العلام الفرشيطة وضد العلام الخضر والنجم وهلال وتقعدون تتقاتلوا بينتكم عندما تقتلوا بينتكم لأنكم عسلة الزرق مع المبردع وإن تقسموكم على زوجيا أيها الشعب الجزائري ومشاركونا متى على سنوات لأولادكم ستقاتلوا على الجال ناشيط رمحين يخرجون لكم ناشيط جديد ستقاتلوا على الجال ناشيط أو يتقاتلوا على الجال ناشيط عجل خريطة مثلا كيفاش تفهموني كيفاش هل كلام تعيره واضح ولا لا لا خاطر الشي اللي راني نقول فيه هذا الشي اللي راني نقول فيه هذا هو السوسة على البلاد وهذا هو السبب المشاكل في الجزائر كيفاش تفهموني الشي اللي راني نقول فيه كيف تصدقوني يا خاوتي شوف صدقوني وقتلوني وقتلوني اعدموني ديرولي اعدام خلوني نروح عند ربي تعبت فقط ما نشحب نشوف الدم في الجزائر ما نشحب يزدي فرقوكم كتر لأنهم فرقوكم في التسعينات داروا رحمي يتضاربوا هم أصحاب ورام يتلاقوا اليوم واجتامعوا ورام يتلاقوا عادي فرقوكم في الدمي الآن مع الأول على جال إيديولوجيا بعد زادوا فرقوكم على جال اللغة زادوا فرقوكم اليوم على جال الإعلان واليوم فرقوكم على جال الفوت كذلك بين بوسبع لزرق والمبردح فتنة أخرى على بلكم لو كانوا يخرجوا أصحاب بوسبع لزرق للشارع للحراك والأخرين ليعطوهم للمبردح حاشاهم في زوجه حاشا الصبع لزرق وحاشا للمبردح يعني نقلكم وسموكم هذا سموا بوسبع لزرق وهذا سموا المبردح دارو لكم فتنة بيناتكم لو كانوا تتلاقوا في الحراك في زوجك حانتتقاتلوا وعبلكم حانتتقاتلوا أعبلكم بلحس prochهم الدم حتى الوقتاشي حشو هكم وهم صحاب وهم أصحاب هم الصالبيين والصهاينة الصهاينة لبسين العباية على الإسلام والصالبيين لبسين العباية على القبائلية قال القبائلين مش قبائلين أنا ما استعرف parameter بهم أنا قبائلين هذك انا اتبرأ منهم وتبرأت منهم صفير هذك ما مش قبائل هذك هذو素ليبيين هذو素ليبيين تع أوروبا الشرقية بيزنطيين والاخرين صهايين جابوهم والبيزنطيين قولكم بيزنطيين كانوا يعيشوا في أوروبا كانت هذه أوروبا واسمها روما واتانية تقسمت على زوج التحتانية ولات بيزنطية صاليبية والأخرى بقت واتانية فوقانية ضعافة ولات واتانية الأخرى هذه البيزنطية كيخرجت على الواتانية ودرت النص وحدها ومن بينهم بولغاريا شا عملوا؟ كانوا عايشين وحدهم بيزنطيين كي استعمروهم الأتراك الدولة العثمانية استعمرتهم رفدتهم وجابتهم تحارب بيهم في الجزائر رماتهم على راسهم كي ما نقوله بدأت تحارب بيهم في الجزائر حاربت بيهم الإسبان هي اللي حاوزت الإسبان الدولة العثمانية هي اللي عاونتنا باش حاوزنا الإسبان حاربت بيهم الإسبان كي حاوزت الإسبان خلات اليهود اللي جابوهم الإسبان قاعدو هنا مخبيين داروا رحم جزائريين حبيقوش كونوا لو عندنا عاديا زوج السهاينا اللي جابوهم للإسبانيول وكي هربوا للإسبانيول غلبوهم العثمانيين قاعدوا هنا والتانين هما الصاليبيين البيزنطيين اللي جابوهم العثمانيين معهم للجزائر قاعدوا هنا هادوا لبسوا لعبية على الإسلام والعروبة ودخلوا مبيناتنا هما الصهينا اللي جابوهم للإسبانيول والبيزنطيين الصاليبيين اللي جابوهم العثمانيين لبسوا لعبية على القبائل ودروا رحهم قبائل هادوا إذن أنفلتري القبائل والاخرين انفلتري العرب العرب والمسلمين حتى القبائل كانوا مسلمين قلوا العرب الاخرين كانت في سوق هراس والاخرين كانت في منطقة القبائل الصليبيين كانوا مركزين في منطقة القبائل اختارقوا منطقة القبائل عاشوا في وسط القبائل وحرضوهم والاخرين السهاينة عاشوا في وسط العرب وحرضوهم باش يديروا الفيتن في الجزائر فهمتوا منينجا والأصل تحمدوك ولا لا بعد كي خرجوا العثمانيين كي هربوا العثمانيين كي جات فرنسا باعونا الفرنسا بادرعا باش نتفاهموا كي باعونا الفرنسا هربوا العثمانيين كي هربوا هاد البيزنطين قاعدوا هنا وهاد الصهاينا قاعدوا هنا تجور وما زالوا نحتار البرك راهم ديرين أحزاب ويدقاتلوا يديروا رحهم يدقاتلوا يديروا رحهم يدقاتلوا هما في حقيقة الأمر أصحاب يدقاتلوا فور مالمون يدقاتلوا الفوق باش الشعب في الشارع يصرى بينه احتقان يتقاتل الشعب فيما بينه وهما متفرجوا من الفوق وهما أصحاب ورم يجتمعوا عادي ودوقهم ينكشفوا وعادي يجتمعوا عادي يعني الفيسبوك يكشفهم وعراهم كيفاش رم يتلاقوا عادي دوق فهموني يا حباك هلا كان أنا لينكدب علش كانوا يتقاتلوا في تسعينات الأفافاس مع الفيس والأرسيدي مع الفيس مثلا واليوم يجتمعوا في بيت واحد ويقعدوا يشربوا لاتاي كيف كيف وانتما هم بعد ولي يتقاتلوا ولي يتقاتلوا هذا يقول لك أنا فيس إسلاموي ونقباق بايد أفافاس وأرسيدي ونظر الفيتنا بيناتهم في تسعينات هادو الدم هذا لحباطل كيف جاي تقعد تشرب في لاتاي عادي هادك لاتاي ولا الدم لك تشرب فيه هادك الدم تعتاعت على الجزائريين هادك لك تشرب فيه كي نهدر هكا ونشخص الداء كي نشخص الداء نولي أنا فتان نولي أنا نندر في الفيتنا سمح يقول لازم تبلع فمك وما تهدر شقع هاد البلاد ما لازمش تهدر تقول لحق كي تقول لحق تولي أنت فتان مثلا مثلا جبدو علام واحد آخر هنا علامناها هاولك مثلا هادا علامت على الجزائر لكو هاولك 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 علامت على الجزائر جبدونا علام واحد آخر متع الجزائر علام آخر مشتع الجزائر قيد صالح شقال الله يرحمه قال لا راية تعلو فوق الراية الوطنية سمعنا راية واحدة لا راية تعلو عليها هذه فتنة لا قال لكم عندكم راية واحدة تجمعكم كامل يا ولادي ثم قاعد شعب واحد عندكم راية واحدة الفتنة اللي دار راية واحدة أخرى راح أرفض لي راية الأمازيغ قال لحنا هذه راية الأمازيغ راح ونضو لي ولد لايل رفضوا راية أخرى وبدأ راح بي نضو المام تاع ميزاب كذلك وبدأ يخرجوا للمات تاع موفمو أوتنتيك تيرقي تاع توارق وبدأ نضو لي هادو يديروا إعلامات ورأي الفتنة اللي دار بزاف علامات نحن بالعكس قال لك قاعد صالح ولي ويدر في الفتنة كيدا العلام واحد كي قال لهم لا راية تتعلوا فقرية الوطنية دكوة راية الفتنة قاعد صالح ولا أنتومة ورأي الفتنة أنا كيران ينهذر هكذا كان يقولكم أنتومة شعب واحد ورمحاشينها لكم الصهارين والصالبيين ولا أنتومة أنا جاب لربي الفتنة راكو تديروا فيها أنتومة اللي راكو تفرقوا في الشعب الجزائري يبوصب على زرق ومبردع وهذا وهذا علاش علاش أما هم أصحاب رميس قهوة وكيف كيف هم يتلاقاوا وأنتم تتضاربوا في الشارع ثم تتقاتلوا بيناتكم مش بعتوش تسعينات مش بعتوش ولا ما عشتوش تسعينات ما تعرفوش وش مع أنتها الحرب الأهلية إحنا عشناها الحرب الأهلية إحنا ما ناش خايفين إحنا عشنا الإرهاب وما ناش خايفين إحنا نخايفين عليكم خايفين على أولادنا على الأجيال اللي رأي جاية ما ناش حابين الفتنة زي تكبر كتر خاش كيما جبدونا الإديولوجية في التسعينات واللغة الأمازيغية في الـ 2001 والراية الأمازيغية في الـ 2019 حيث يجبونا الناشد ربما في 2000 وجو سي باش حال لولادنا بديت يجبونا لهم الخريطة بديت يجبونا لهم جو سي باش الدين بديت ولي الدين مسيحية ولا إسلام إرحالتهم هي بدوها بالإديولوجية للغة للراية ربما الناشيد الخريطة يعني الأرض كيف تنقسم فيديراليات ولا لا لا ما دايز اللي يلاحقون الإسلام كما في السودان يعني نفس المخطط اللي رصاري في السودان فهمتوا ولا ما فهمتوا رامي قولوا لي أنت مستحيل تكون قبيلي واحد قريطها في الوسم يا أخويا وش نقول لك ننشر لك لك سيد نيسونس تعجدي ننشرها لك صح والدي الوالد ديالي صح يتيم يعني من بني ورتيلان كي جا للجزائر العاصمة مع باباه ويماه كان في عمره عامين مات باباه يماه هذه بنت بني ورتيلان باباه كدلك بني ورتيلان كي مات باباه تعبني ورتيلان يمات زوجت بواحد عربي من تيسم سيلت هذا العربي تأتي سيلت يلي تيوب لي جاي يديرنا على اسمه يسمينا على اسمه علاش على جل الإدارة باش نقرأ باش يقرأ باباه والدنيا قرأ سمه على اسمه هذا الاسم اللي أنا رفدينه دوك خرشوش وليس كرشوش خرشوش سمه على اسمه باش يقرأ بعد دخله الأكاديمية تعالجيش وقرأ في الجيش وخدم في الجيش حتكملوا دارو تراتو دوك أخرج ولا ودو تريتي أصلوا من بني ورتيلا باباه ليكسل نيسونس عنده من بني ورتيلا لكن التاني اللي رباه دارو على اسمه فقط وعندنا الوتائق وعندنا كوتش وبالتالي أنا أفتخر أنه أصلي فيه زوجي عربي وقبيلي أنا نص عربي ونص قبيلي خاتش ربي سبحانه وشي قول وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة اللي رباني هو بابا وبالتالي هذا العربي اللي رباني هو بابا هو جدي أنا جدي القبيلي ما نعرفوش تعبني ورتيلا ما نكذبش نحبه نترحم عليه يعني رفد دمو لكن التاني رفد اسمو ونحبولي أنه ربانا أحسن تربية ربا بابا على الدين على الوطنية على الإسلام دخلو للجيش خدم بلادو حتى وش قدر وبابا كان في الهوالي تحول الترانسميشن و الترانسميشن تك 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 تحول المورث الترانسميشن سي لسكر لو كان جا كما راوي يقول أمير ديزاد حركي ما يدخلش للجيش أولا تانيا ما يعطولوش لترانسميشن الأسرار بكوتو وبعد هصرا مصرا وعاش حياتو هذا جواب اللي قالي والقبيلي والعربي أنا مني قبيلي مني عربي أنا جزائري أنا جزائري وأفتخر أنا مسلم وأفتخر مسلم جزائري حاجة أتخرى متهمنيش ما يهمكش دوك تحوز علي يا قبيلي ولا عربي يوم بعد أنا قبيلي يا يوم بعد واش نروح تحوزني أنا عربي تحوزني لا قبيلي وعربي ونقعد هنا هذه يا بالله عدوكم تعالصح زوج الصاليبيين رم بينين بينين رم يديروا في الكنائس ومش القبيل القبيل المسلمين رم يصوموا رمضان رم يخدموا رم يذكوا رم يديروا الخير لا رم يصلوا لا كي النس والتانين والتانين هما الصهاين الصهاين اللي رم يديروا والإسلام هاد الزوج مش القبيل قلت الصاليبيين بينين اللي يديروا في الكنائس مش قبيل يلعبوها قبيل والصهاين مش مسلمين يلعبوها مسلمين دايرين الحجب واللحية ورم يفتيوا عليكم ويم يهضروا علينا احنا وراكوا تأمنوا فيهم وراكوا تبرتاجوا ضد الرجال تعب لادكم هدو معدوكم تعصح هدو الزوج احنا منين تكلمنا عليهم والعبد الضعيف كنت خرشت وطائق سرية تبين باللي كينسهاينة في الجزائر مخبيين بيناتكم كيفاش مخبيين مخبيين بالاسلام وكينساليبيين مخبيين باش مخبيين بالقبال يقولوا احنا قبال هما مامش قبال هما مامش قبال هما جيين بيزنط هما جيين من اوروبا الشرقية إنو غيانبو г richtig قابيل تاوعنا القبال تاوعنا والاخرين صهاينا جبوهم لليزي اسبانيول يقولون أن هم مسلمين وما مش مسلمين ما مش مسلمين يدعيوا الاسلام خوانا منفقين باطنيين هدوهم الوعرين كي شافوني رح ندير منظمة ورح ندير قناة ضربوني حبوا يدوني عيطولي قالوا لي أروح تخدم معايا تخدم عندنا باش نحميوك لازم تكون محمي عباكم شكولي يحمي الإعلام باش محمي محمي بالصهاينة كي شافوني رح ندير قناة خافوا اداوني لهم باش يحميوني باش نولي نخدم عندهم أنا فقت وما قبلت قلت لهم أنه ندير قناة صغيرة في فيسبوك بالترواجي بالسكوتش وما نخدمش عندكم داروا عليها كي شافوني مقبلتش داروا عليها ورح يوسخوا فيها وقالوا وروا يجمع في الإعانات المادية والإعانات العينية وروا يجمع في هادية وروا يجمع عقضة وروا يدير في التاويل قالوا أنا للوق مازال ما درتش القناة تستعيل وكان راني نجمع في الإعانات وكان راني نهضر بالكاميرا أش دي مانيش نهضر بالتليفون ترواجي لو كان جيت راني نجمع في الإعانات وكان راني ندير في هادية اللايف بالستوديو ماشي منظاري بالسالون ديال كين ليرام يتضحكوا علي يقول لي سنانك نكسرين لو كان راني خدمت سناني مثلا كي ما خدمهم أمير ديزال بسيراميك معلش كل ما نتفكر باللي العربي بالمهيدي الفيستا اللي مصور بيها ديك مشتعو سلف هالو صاحبو يطلع لي المورا كي يقول لي نحنا كي يقول لي نحنا ماشي ملاح ورؤساء الأحزاب اللي أعطاولهم الاعتماد في وقت العصابة ملاح وتسمعوا لهم لي وما تسمعونيش لينا شابو شابو تحية كبيرة لكم ما تستقلوش أبدا ما تستقلوش أبدا خوتي العزاز كلمة أخيرة حنقولها لكم ونرقد وخليكم ترقد وشنو هي لي أرموكم على رأسكم في التسعينات تقاتلتوا بيناتكم الصاليبيين لبسوا ع بيت القبائل داروا رحم قبائل وداروا أحزاب أعطاهم لهم توفيق والصهايين داروا رحم مسلمين وداروا أحزاب وعطاهم لهم توفيق داروا رحم يتضربوا داروا رحم يتقاتلوا باش انتوما تتقاتلوا انتوما نصكم تبع الإسلامويين ونصكم تبع القباليين الأحزاب القبالية اللائيكية شا صارتما تقاتل الشعب صح هما ما تقاتلوا الصح صح الشعب تقاتل صح أوهموكم واليوم رحم يتلاقوا ومولوا صحاب بعدها زادوا دخلوكم في حيط تاني بعد الإديولوجية الحرب الإديولوجية تعد تسعينات ادوكم للحرب اللغوية تعد دومي الأن في الدومي الأن جبدو لكم قضية الهوية قضية اللغة الأمازيغية داروا لكم منظمات أو تنظيمات تطالب بالأمازيغية وعلى رأسها عبريكا اللي يضربكم بحطبة اللي راح داللي الزافر هذا الصالبيين مجمعة الصالبيين راح يطالب بالأمازيغية وزادوا خلقوا كما فتعينات خلقوا أحزاب صهيونية إسلاموية باديسية زعمة نوفمبارية يعارضوا فيهم هذا يقول لنا ندل الأمازيغية وهذا يقول لنا الأماعزية والدنيا ويستدف فيه وهذا يقول لنا روح لبلغاريا والأخر يقول لنا روح لليمن هما ممشي تدربوا صح هما صحاب كي متع تسعينات انتو هما لتدربتوا صح انتو هما لتقاتلتوا صح عربي وقبيلي أمازيغي اللغة اللغة الأمازيغية اللغة العربية قعدتوا تقاتلوا بينتكم صح هما ما تقاتلوش هما صحاب يرفضوا بعضهم الصالبيين والصهاني صهينا خوا خوا احنا لي متفرقين احنا المسلمين لينا متفرقين كلونا كلونا بالغباء دينا بالغباء دينا كلونا بالتفرقة دينا كلونا فرق تسد فرق تسد فرق تسد قابليين وإسلامويين في التسعينات لغة أمازيغية ولغة عربية في الدنيا فالألفين وتسعتاش جبدوا لكم لعلام ما فقتوش زادوا فرقوكم إنو تخفوا هادوا صحاب لعلام الخضر وهادوا صحاب لعلام الصفر زادوا دخلوكم في حيط يمسو لكم غير المقويمات يتدربوكم للقلب باش تنوضوا باش تتقاتلوا هذا يقول لك دي هوية ديالي وهذا يقول لك هذا هو أصلي وديه هوية ديالي وده التاريخ ديالي تدربوكم في بعضاكم بينما هما خاوخا خاوة صحاب أقسم بالله غير صحاب غير فرحات مهني وهادوا هما لرمي تكلموا باسم البديسية والنوفمبرية وهما أحزاب غير صحاب غير يهضروا بالتليفون ومتفاهمين على راسكم هذا يطالب بالأمازيغية والأخر يعارض الأمازيغية بينما هم صحاب خاوة خاوة أرموكم على راسكم كذلك والآن جبدو لكم الإعلام كذلك هذا يقول لك أنا مع الإعلام هذا الصفر والأخر يقول لك لا لا وهذا الإعلام تاع الصهاينا وتاع اسمه جاك بينات والدنيا وهما صحاب يديروا لهم يتضربوا وما يتضربوا الصح كم تاع تسعينات ميتضربوا الصح أنتوما تتقاتلوا وهما صحاب خاوة خاوة الصهاينا والصاليبيين خاوة خاوة اليوم لحقنا للفوت فرقوكم على زوج هذا مع الفوت وهذا للفوت هذا السبع لزرق وهذا مبردع رأكوا تتقاتلوا والله لو كان يخرجوا سبع لزرق للحراك لو كانت صراء حرب أهلية في ذل هذا الاحتقان اللي رو صاري والله لو يخرجوا صحاب الأسبع لزرق للحراك علي بيها رم خايفين حتى الشرطة والأمن مدى بيهم ما يخرجوش اللي رم يأيدوا في زغماتي واللي رم يأيدوا في تبون صحاب سبع لزرق رم يقول لهم ما تخرجوش رم عارفين رم ثايقين الأمن رو فايق الجيش رو فايق تبون رو فايق زغماتي رو فايق زغماتي رو يقولكم ما تخرجوش تأيدوني تبون رو يقولكم ما تخرجوش تأيدوني عباكم علاش لو كانت تخرجوا عباكم وشي صرا تخرجوا باش تأيدوا تبون والاخرين ضد تبون وشي صرا في الشارع بين اللي قولولو سماوه مسكين سماوه مبردع وبين اللي سماوه سبع لزرق وشي صرا في الشارع احتقان في ظل هذا الاحتقان وشي صرا وإحنا تتقاتلوا كما تتقاتلوا خاوتكم وآباءكم في التسعينات بينما هما يتفرجوا عليكم من الفوق فهمتوا وش حابين يديرو لكم فهمتوا وش حابين يديرو لكم فاتاتونسيو فاتاتونسيو رام حابين أتو بري يجي يشوكم ويهيجوكم باش يخرجوا سبع لزرق للشارع اللي سموهم سبع لزرق ضد اللي سموهم الأحرار سبع لزرق ضد الأحرار حابين هم تتقاتلوا بيناتكم ورحين تتقاتلوا بيناتكم ثم أخاوى رحين تتقاتلوا بيناتكم علاش فقط لأنك انت مع الفوت والاخر ضد الفوت شعلوا النار مليح بيناتكم الصهاينا وعرين الصهاينا لتكنيك اللي يخرموا بيها بزاف وعر لأنهم يلعبوا على العاطفة يديروا رحهم مسلمين يديروا رحهم باديسيين نوفمباريين يديروا رحهم بينما هما سفر السفر كالحامير تحملوا يديروا في التسعينات كانوا هاد الإسلامويين يعيطوا عليها نحيا وعليها ناموت والجهاد والدنيا والقابليين يقول لهم ما كاش إسلامويين وعسكارية ما شي إسلامية والدنيا ودخلوهم في فتنة ولو يتقاتلوا بيناتهم كيت قاتلوا بيناتهم الشعب هما ورهم ذوك رام تفهمين رام يتلاقوا ويشربوا لاتاي كما رام يديروا لكم ذوك هادو بالدات اللي رام يطبعوكم على راسكم ويقول لكم أنتوما أحرار وانتوما صبع لزرق ورام يهيجوا فيكم ويديروا الاحتقان بيناتكم باش تتقاتلوا في الشارع والله العادين حابين يدخلوكم في عشرية سوداء أخرى علاش باش يستفادوا هما لأنهم كانوا مستفادين داروا دراهم كبار بيكم بالدم ديالكم داروا أنتوما تتقاتلوا وهم يديروا في دراهم ويديروا في التاويل هما يديروا في الأحزاب ويديروا في المنظمات ودوا الإدارة ودوا الشركات وشراء الشركات وداروا كل شي وانتوما قاعدين تتقاتلوا هاد يقولوا عليها نحيان وعليها نموت والأخر يقولوا لا لا احنا قبائل الأخر يقولوا اسمه الأمازيغية الأخر يقولوا لا العرب الأخر يقولوا بلغاريا الأخر يقولوا لا اليمن الأخر يقول له فرشيطة الأخر يقول له لا لا راية هادي الأخر يقول له هادي يفرقوا بيناتكم واليوم استعملوا معاكم هاد القضية او التفرقة انتوما احرار وانتوما اسبع للزرق رغم يهيجوا فيكم باش تتقاتلوا بيناتكم وغدوة انتوما تتقاتلوا قادرين تلحقوا حتى الربع مليون ضحية كما في التسعينات وهوما يقعدوا دايما صحاب تربولات ما يرفضوهاش صدقوني تربولات ما يرفضوهاش حجرة ما يرفضوهاش ما يحاربوش يديروا فقط التاويل دعاة جهنم هادوك السهاينا رم لبسين اليوم لبسين علام الباديسية والنوفمبرية والصاليبيين رم لبسين علام ولا لبسين عباءة منتع القبائل لم يقولوا احنا قبائل القبائل براء براء من هاد الصاليبيين والمسلمين والجزائريين العرب حتى القبائل المسلمين العرب منقولوا براء من هاد الصهاينا نتمنى تكون الرسالة ما تقول؟ الشيء اللي نقوله مش أي واحد يقوله خاتش الي قالوه نهم حتى القصوب تقتلوه في الجزائر أنا على بالي بلا حنتي نقتل على بالي بلا حنتي نقتل على الكلام على كل حال أعمار بيدي الله لكن على بالي على الكلام اللي نقول فيه وراني مستعد لكل شي راني مستعد لكل شي على جال ديني وعلى جال بلادي وعلى جال الشعب ديالي على جال الشعب ديالي أنا مستعد لكل شي إش فاهم لي وش هو يقول لكم فيصل وهذا اللايف يبقى شاهد فيصل سيقتل على الكلام اللي هو يقول فيه جميع من قال وش قلت أنا قتل في الجزائر تبون قال هاد الكلام ولو كان يسيبوه يقتله شفاهم ليحشين يقولكم وراني خايف على تبون كتر مني خايف على روحي لاني انا ما فييش فايداء اكتر من تبون كين موتنا مايش خسارة كبيرة لكن لا مات رئيس نعاود وتدخلوا في فراغ ومرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي ولجنة حوار ويدخل البرلمان الاوروبي ويدخلوا الاجانب ويدخل هكا لكن حين تدخلوا في حيط حين تدخلوا في حيط معليش نروحوا احنا لكن ما ترحش لبلاد ما ترحش لبلاد ما يرحش لعلان ما يرحش الدين والله ماني خايف انا الى متر رح للجنة ما يخايف عليكم انا الى متر واح للجنة بسك على بالي الصدق ديالي وعلى بالي النية ديالي وعلى بالي وش كين دخل قلبي حتى اذا راني غالط بالنيتي انا صادق انا بالنسبة لي هدو الحق هدو الحق انما الاعماله بالنيات والنية التاعية انا عارف بليه صادقة لغم انا ش خايف انا ش كخايف انا خايف عليكم اني خايف على ربع مليون جزائري يتنقتل ونكونوا احنا السبب لاننا ما هدرناش احنا متحاسب انا رح متحاسب قاع رح متحاسبه ما نش خايف انا على روحي ولا على ولادي ولا على داري نو راني خايف على الشعب الجزائري راني خايف على الاجيال اللي رمجيين للأسف يستعمرتم يستعمرتم رم استعمرينكم رم استعمرينكم رم حابين يستعمروا البلاد ابادة جماعية بورما وبدأوا المشروع بتاحهم في التسعينات بدأوا المشروع بتاحهم بعد التسعينات قتلوا واش قتلوا كيكملوا مع الارهاب وقتلوا واش قدروا يقتلوا هملوا الناس من التراب إتباعهم بش يدون لهم التراب ويدلوا الأيستيطان ويتوسعوا بعد القتل راحوا للتجويع سياسة التجويع كما في غزة تعرفوا سياسة التجويع على بالك بذلك مناطق فى الجزائر ما عندهمش ضروة عندهم تراب ما عندهمش ضروة يحفروا بير في تراب تاعه قم تراب تاعه ويا عندهمش ضروة يحفر بير بش يموت بالعطش قم ما يصيبش بش يدل فلاحة بش يوك للماشية تاعو باش يبيع التراب بتاعه باش يهرب باش يشروا عليه التراب باش يهملوه باش يديروا الاستيطان بنفس الطريقة اللي رم يديروها في غزة والقطاع وفي فلسطين عموما بنفس الطريقة رانا عايشين وشمعايشين الفلسطينيين فقط هما خارجين لهم إسرائيل العناني احنا عندنا إسرائيل مخبية والصاليبيين مخبين متحمين عني نفيزود احنا الصاليبيين والصاليبيين في فلسطين فقط الصاليبيين احنا عندنا الصاليبيين فيزود متحمين علينا رانا في خاطر اكتر من فلسطين اكتر من فلسطين احداروا ثم احداروا ثم احداروا ده وش نقطة نقولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة